بيروت ينضم إلينا دكتور سهيل الناطور مدير مركز التنمية الإنسانية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد تحية دكتور مع كل شتاء تتجدد أزمة اللاجئين اللاجئين منتشرين في لبنان في الأردن في العراق هذه الدول كلها معروفة بشتائها القارس إلى أي مدى أو كيف يضعف الشتاء من معاناة هؤلاء وهل سيتكرر هذا السيناريو كل سنة ولا حد لذلك مرحبا بكم وشكرا على الإضاءة على المآسي التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون ضمن ظروف شديدة القصوى وخاصة في فترة الشتاء ما أشرتم له أريد أن أعقد مقارنة بسيطة أولا ليس فقط جل البحر وهو مخيم صغير جدا على الشاطئ هو الذي تأثرها جنوبه أيضا هناك على الشاطئ مخيم اسمه الرشيدية يحوي ما يقرب من 14 ألف إنسان غمرته المياه لدرجة ليس فقط البيوت بل حتى المقبرة الملاصقة للمخيم قد جرفت في ذهنة في بيروت جنوبها يوجد منطقة الأوزاعي وهي منطقة خليط من فقراء لبنانيين ومعظم الفقراء الفلسطينيين الذين يعملون في الصيد هؤلاء يعيشون على شاطئ الأوزاعي وفي منطقة سمية الشاليهات أيضا غمرها الأمر كما حصل في الجنوب اللبناني لذلك عندما نقول المسألة ليست محصورة بمكان بل هي شاملة لكل المناطق الأدى الأساس في الموضوع هناك أمران واحد قانوني وواحد بيروقراطي وثالث من الضروري جدا أن يكون في الدعم الدولي القانوني أن إقامة جسور لتمنع المواج تحتاج إلى البطون وإلى كل القضايا المسلحة التي تأتي من بطون مسلح وغيرها هذه أمور يمنع اللبنانيون رسميا دخولها إلى المخيمات وبالتالي يكتفي الأهالي بوضع الطين والرمل حتى يستطيعوا أن يحموا أنفسهم وهذه عندما تأتي الأمواج العقلية تجرفها مجدداً هل كانت من دور الأنروا أن تقوم بذلك؟ هذا دور الدولة اللبنانية أن تعطي أوامرها إلى الأجهزة الأمنية التي تمنع دخول المواد الإعمار بأن تسمح بدخولها وأن تشرفها على البلاد لكن الأنروا مثلا لا تساعد مجمع جل البحر بحجة أنه غير مسجل لديها هل هذا السبب هو كاف ومنطقي أم هناك سبب أخرى؟ لا لا أنا قلت أولاً قانونياً لأركز على الأهمية لأن إذا كسرت القضية القانونية ساعدتنا في كل المخيمات وليس في هذه فقط ثانياً نعم الأنروا الأنروا عقدت اتفاقاً مع الدولة اللبنانية على مواقع توزيع المخيمات لم يكن من بينها لا الشليهات مثلاً ولا من بينها أيضاً جل البحر لكن الأنروا أعطت جزءاً من المسئولية حقه بأولاد اللاجئين فإنهم يدخلون إلى المدارس الأنروا الإغاثة الشهرية التي تصرف والعلاجات تقدم إلى أهلهم أي أنهم يسجلونهم على أنهم في مخيم البص أو الرشيدية ويلحقوا بهذه أما السكن لا تستطيع الأنروا أن تتجاوز القانون اللبناني لذلك أولاً قانونياً يجب كسر هذا الموضوع والاعتراف بالمخيم هذا يسهل على الأنروا أن تقوم بواجبها وإذا قصرت يصبح التقصير بيروقراطياً إدارياً البيروقراطية لم تكن فقط كما قلنا في الحماية المادية بل أيضاً في البقاع وهي أكثر منطقة باردة في لبنان منذ متى هذا الإشكال؟ لماذا منظمة الأنروا لم تحل هذا الإشكال؟ ويتجدد كل سنة وإذا لا توجد هناك أي وسيلة لحله هل من بدائل أخرى؟ يبدو أنهم يحبون أن نضغط عليهم لذلك بعد لقاء الماضي والذي ركزنا الأضواء به مع التحقيق الذي قامت به السيدة عيسى عن هذا الموضوع منذ يومين تقررت الأنروا أن تصرف الأموال وبدأ وصول الأموال لشراء مواد التدفئة لأهلنا في البقاع إذن هذه الحملة نبارك لكم أنكم تركزون على المآسي الحقيقية وأنها يجب إيجاد حلول لكن هذه الحلول لا يمكن للأنروا لوحدها هي تستطيع أن تجمع المال وهنا القصور الإداري الأنروا الأنروا تعرف أن لبنان يعيش مشكلة كبيرة في العمل والواردات والدخل وأن الفلسطينيين كانوا قبل اللبنانيين يحتجون ولذلك حتى الآن لم تطلق نداء إغاثيا خاصا بالشتاء طيب ربما حل نقل هؤلاء أو ترميم منازلهم هل من مصدر آخر منظمة أخرى لإيجاد حل هؤلاء خاصة ونحن في بداية الشتاء نحن أمام إشكالية قانونية دولية إذ يقولون لنا بـ UNHCR أن أي قضايا تتعلق باللاجئين الفلسطينيين في مناطق خدمات الأنروا يجب أن يتم عبر الأنروا ولذلك حتى لو لديهم مال كما يقدموا بعض المساعدات للاجئين الفلسطينيين من سوريا الموجودين في لبنان لكن هذا الذي يعطوه إلى الأنروا لتعطيه للاجئين الفلسطينيين لا يتعاملوا مباشرة مع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق خدمات الأنروا وهذه تعيق وتخلق بيروقراطية وأحيانا تحويل الأموال يتم التلاعب بها بالبنوك للحصول على فوائد بانتظار وصولها لذلك خطة الطوارئ والإعلان عنها هي ملحة جدا 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 وعلى إدارة الأنروا في لبنان أن تباشر مباشرة بالدعوة له دكتور سهيلة ناطور مدير مركز التنمية الإنسانية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان شكرا جزيلا لكنت معنا من بيروق